اشتركوا في القناة وزير الخارجية أن الدبلوماسية البحرينية تضع نصب عينيها ركائز أساسية هي السلام والتنمية المستدامة وحقوق الإنسان ولطالما كان الحوار بين الأمم والشعوب سبيلنا في تحقيق هذه الأهداف الدبلوماسية مؤكدا أن وزارة الخارجية تسعى من خلال هذه المجالس إلى توطيد الصلة ومد جسور التفاهم بين أعضاء البعثات الدبلوماسية في مملكة البحرين ومنتسب وزارة الخارجية من جانبها أكدت دكتورة شيخة منيرا بن خليفة الخليفة المدير التنفيذي لأكاديمية محمد بن مبارك الخليفة للدراسات الدبلوماسية على تكثيف جهود الأكاديمية لإثراء الجوانب المعرفية من خلال البرنامج التي تستهدف فئة الدبلوماسيين الشباب على وجه الخصوص ترجمة نانسي قنقر